وما بين اعتقاله وصدور لائحة اتهام بحقه أقل من شهر السلطات الإيرانية تعدم المتظاهر الثاني مجيد رهنوارد منذ اندلاع الاحتجاجات على الملأ الآن هنا سنتحدث عن الروايات المختلفة لهذا الإعدام وكيف أن إيران لم تبالي بالدعوات لوقف هذه الإعدامات فرواية السلطات وجهت تهمة الحرابة لمجيد رهنوارد بزعم قتل عنصرين من قوات البسيج في مدينة مشهد شمال شرق إيران إذ أعدم وسائل إعلام مقربة من النظام تداولت فيديو يظهر اشتباكا بين المتظاهر واثنين من قوات البسيج في السابع عشر من نوفمبر الماضي أسفرت عن مقتلهما من دون أن يوضح مقطع الفيديو التفاصيل أو ظروف الحادثة حينها تمكن رهنوارد من الهرب لكنه اعتقل لاحقا في التاسع عشر من نوفمبر الماضي عندما كان يخطط لمغادرة البلاد هذا بحسب اضحاء السلطات لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران أثادت عن تعرض مجيد رضا رهنوارد للضرب والتعذيب وكسر يده أثناء اعتقاله وكغيره من المعتقلين الكثيرين خلال الاحتجاجات لم يسمح له بالاتصال بمحام يعينه بنفسه كما لم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة وفق الاعترافات التي نشرها موقع ميزان التابع للسلطة القضائية التي يقر فيها بذنب ويدعوهم لعقابه أكد النشطاء ومنظمات حقوقية أن رهنوارد لم يطلب حتى تخفيض الحكم ما يعني أنه تعرض لضغوط شديدة فضل الخروج منها حتى لو كانت العقوبة الموت